السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد. النهاردة هنتكلم في حاجة مختلفة عن الفيديوهات اللي فاتت. انا كنت قلت لكم ان انا هبعد عن تداول العملات لفترة وحركز على الماينينج. بس الاسبوع ده لقيت عملة فيها فرصة كويسة للتخزين طويل المدى. العملة دي لسه عملة جديدة. هقول لكم كل تفاصيلها. برضو من ناحيتك تدخل على الموقع الخاص بتاعكم اللي هسيب لك كل البيانات عنه في صندوق الوصف. واستناني دقيقة واحدة وهقول لك كل حاجة عن العملة الجديدة دي. خليك معايا. لو عايز تعرف عملة تقدر تبدأ في تعدينها او بجهاز هيكلفك من خمستاشر لعشرين دولار اعمل وفعل الجرس عشان اول ما ينزل الفيديو بتفاصيل تعدين العملة دي. تكون انت اول واحد يعرف. ورجعت لكم تاني. العملة دي اسمها فيوتشروف او فيوتشروف تيفي. دي اول العملة واو البلوكشين يهتم بالانترتيمنت او المواد الترفيهية. اه العملة دي بتاحها معتمد على اه الميديا. اه من افلام قنوات اه بيحاولوا يعملوا حاجة بلادفورم او تي تي زي نتفلكس. اه زي المشروع ده لسه بدق جديد. اه الموقع بتاحهم هايل الكرو او فريق العملة فريق كويس. اه لو دخلت على الموقع بتاحهم هتشوف انه قريدي عملوا بلادفورم بس البلادفورم ده لسه جديد. هتلاقي عليه مجموعة من الافلام والقنوات اللي هي مش جديدة قوي لان الشركة لسه جديدة لسه ما عملتش حاجات حصرية. بس بتاعتهم بتقول ان هما هيعملوا حاجة حلوة. اه ابتدوا فعلا يعملوا شراكات كتير مع مشاهير مع ممثلين مع مخرجين. اه الكلام ده كله هتلاقي على التويتر بتاحهم. هتلاقي على الموقع بتاحهم. الموقع بتاحهم اللي وراية في الصورة. اه عملوا شراكات مع كزا شركة عملوا شراكة مع عملوا شراكة مع شركة نول. شركة نول قريدي عندها عملة رقمية وعندها منصة. فمن المتوقع ان او اف تي في حتى حيتم ادرجها قريبا على منصة نول. اه حاليا عملة اف تي في الخاصة بفيوتشروف تيفي. اه مش موجودة على اي منصة مركزية. اه وده طبعا عيب بس مش عيب كبير لانه العملة لسه في بدايتها. فالطريقة الوحيدة لشرا العملة دلوقتي هو من المنصات اللي هي مركزية. يعني ايه منصة اللي هي مركزية? يعني بنكيك اه سواب يعني يوني سواب يعني جيل سواب. اه اللي اشتغل في التداول قبل كده وفي شارع العملات اكيد عارف الكلام ده. العملة مدرجة البلوك تشين بتاع العملة آآ باينانس سمارت شين او البلوك تشين بتاعت باينانس. حديكم بسرعة شوية معلومات عم العملة نفسها عشان الفيديو ما يبقاش طويل. زي ما قلنا الاسم المختصر بتاع العملة هو اف تي في. آآ اسم العملة فيوتشروف تيفي. آآ بتاع العملة اللي هو آآ فريق العملة عمل كام قطعة من العملة دي. آآ هم عملوا تمانية مليار قطعة. بس اعلنوا على الموقع الخاص بتاعهم ان آآ او اللي حيفضل في الاخر من العملة دي هو واحد مليار بس. ده معناه انه في خلال الشهور اللي جاية حيتم حرق سبعة مليار قطعة. وهيفضل مليار قطعة بس. طيب هم قالوا هيحرقوا العملة دي ازاي? يعني الفرق ده الفرق الكبير ده كله هيتحرق ازاي? هم قالوا ان احنا هنحط رسوم تداول على كل عملية بيع او شراء. آآ بنسبة اربعة واثنين من عشرة في المية من قيمة عملية الشراء او البيع. طيب الاربعة واثنين من عشرة دي هتروح فين? على الموقع بتاحهم? قالوا ان هم هيقسموها كالقاتي. ان خمسين في المية من اجمالي العمولات اللي هتتلم دي هيتم حرقها. آآ خمسة وعشرين في المية من العمولات دي هيروح للليكوديتي بولز. آآ بحيس ان يبقى فيه للعملة على المنصات لما انت مثلا حامل لعملة او مخزنة عندك وجيت حبيت تبيع العملة وتشتري تشتري اي عملة تانية لازم يبقى فيه في البولز دي. فخمسة وعشرين في المية من قيمة الرسوم اللي هتتحصل عن طريق التداول في العملة دي هتروح للليكوديتي بولز دي. واحلى حاجة بقى ان هما قالوا ان خمسة وعشرين في المية من رسوم التداول هيتم ارجعها لحاملين العملة تانية. يعني ده مكسبك. آآ العملات التانية بتدي المكسب ده للحطين في البولز. هنا الفريق ده قال ان هما هيدو خمسة وعشرين في المية من رسوم التداول لحاملين العملة. آآ اعلنوا برضو ان طريق التوزيع هما آآ حينزلو التمانية مليار قطعة. وقالوا ان حيوزعوا العملة دي بنسب انه حيبقى في سيركوليتنج سابلاي يعني حينزلو في السوق للتداول اتنين واربعين في المية من اجمالي عدد العملات اللي تم انشاءها. آآ خصاصوا احداشر في المية مصاريف ترخيص آآ اتنين وتمانية من عشرة في المية دي حطوها للشراكات. شراكات يعني لو في حد آآ ستار او حاجة او عايزين يعملوا مع حد المفروض يتفعولوا فلوس فحتبقى من الاتنين وتمانية من عشرة في المية. سبعة في المية من العملة حيتم صرفها على الماركتينج والتسويق للبلاتفورم وللعملة. واهم حاجة بقى في التوزيع ده ان هم قالوا سبعتاشر واثنين من عشرة في المية حتبقى عبارة عن ايردروب. ايردروب يعني يوزعوها عن الناس اللي اللي معاها العملة دي في محفظتها. آآ زي ما قلتلكو الشركة ابتدت تعمل شراكات كتير وشغالين يعني هم عاملين آآ موجودة على الموقع بتاحهم وهحط لك لينك ليها في صندوق الوصف. آآ آآ قالوا ان هما يعني كانوا عاملين خطوات حيمشوا ازاي في العملة وتقريبا حققوا خمسة وتسعين في المية من الخطوات اللي اعلنوا عنها ان هي حتم في الفين واحد وعشرين لحد طريق المنهاردة. آآ حطين موعد واحد واحد الفين اتنين وعشرين ان هما حينزلوا الوايت بيبر اللي هي الفاينل ريليز او ريليز تو اللي هيكون فيها كل بيانات العملة بعد ما يكونوا تمموا الخطوات كلها اللي موجودة في اللايت بيبر. آآ البلاتفورم بتاع ده عبارة عن ايه? آآ الموقع ده عبارة عن افلام آآ لحد دلوقتي زي ما قلت في بداية الفيديو انها افلام مش حصرية لان البروجيكت كله لسه جديد بس اكيد في المستقبل. آآ هيبقى فيه افلام حصرية فيه قنوات حصرية فيه ميديا حصرية للشركة زي آآ نتفلكس آآ زي قالوا ان هما هما قريدي عندهم قنوات دلوقتي عندهم مجموعة افلام بيقولوا ان هي حتزيد. هيحطوا ايه تاني في البلاتفورم بتاعهم قنوات اخبارية آآ فيديوهات بيقولوا نهاية آآ في مجال الفاينانشال اديوكيشن آآ بيقولوا ان هما حيزيعوا افنتات مش هتبقى موجودة على اي مكان تاني او مفيش اي مكان تاني يقدر يبسها زي الحاجات الفوربيدن يعني اللي هو حدش يقدر يبسها آآ وكمان بيقولوا ان كل محتوى البلاتفورم هيبقى راه تصويت او حاملين العملة يعني لو في حاجة اجمع ان هي تبقى موجودة على البلاتفورم بتاحهم هتبقى موجودة دي اول جزء عن العملة خليك معايا دقيقة واحدة وحرجع لك بمعلومات اكتر عن خليك معايا ورجعت لكم من جديد مع شوية ارقام الجزء الغلس في اي عملة اللي لازم نذاكره شوية ارقام عن زي ما قلنا او اجمالي عدد القطع اللي عملوا فريق العملة هو تمانية مليار قطعة آآ هيتم الحرقة على خطوات زي ما قلنا في الفيديو ده عن طريق خطوات معينة لو ما وصلتكش الفكرة كاملة ممكن تدخل على الموقع بتاحهم اللي هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف تقدر تعرف اكتر آآ السعر الحالي للعملة دلوقتي هو زيرو بوينت زيرو زيرو سبعتاشر آآ دولار آآ للعملة دي يعني اعلى سعر وصلت له العملة كان زيرو بوينت زيرو اربعة تمانية وده كان في شهر ستة الشهر ده من اتناشر يوم آآ وده اللي شجعني ان انا اعمل فيديو عن العملة دي لان انها من اول ما ابتدت العملة وهي كانت في صعود بمستوى حلو وبليفل حلو بس زي ما كلنا عارفين من وقت ما بدأ التصحيح في في سوق الكريبتو كله كل العملات نزلت بنسبة كبيرة فف تي في نزلت مع العملات اللي نزلت لحد النهاردة وآآ في تمانية واربعين ساعة اللي فاتوا ابتدت تدي علامات انها هتبتدي تتحرك لفوق تاني آآ بتاعها لسه صغير جدا عدد المستثمرين في العملة دي لسه عدد قليل وده طبعا لان المشروع لسه جديد بس رأيي الشخصي اللي هو مش نصيحة استثمارية ليك ولا انه معناه ان انت تشتري انا مجرد بقول لك على حاجة انا شفتها وفي الاخر القرار ليك لان مكسبك ليك وخسرتك عليك بس انا شايف ان الماركت كاب بتاعة التوتل ماركت كاب بتاع العملة دي لسه صغير قوي والمفروض ان هو مرشح للزيادة بطريقة كبيرة جدا وآآ ان هي بس توصل اللي كان من اتناشر يوم ده معناه مكسب ليك ربعمية او خمسمية في المية. آآ العملة دي عملت آآ مكسب في التمانية واربعين ساعة اللي فاته اكتر من تسعة وخمسين في المية. الفوليوم بتاع الاربعة وعشرين ساعة اللي فاته يعني حجم التداول على العملة بيع وشيرة كان ربعمية تلاتة وعشرين الف دولار هو ليس رقم صغير بس يدل ان في مهتمين بالعملة. آآ التويتر بتاعهم عليه اربعة وخمسين الف مشترك وحيزيدوا. انا شايف ان هما مهتمين بالتسويق. آآ شايف ان هما ماشيين بخطوات كويسة. فكل ده شجعني ان انا اعملك الفيديو ده وان انا اديك جرز ان ان انت تخش تشوف العملة دي وبعدها تكرر ان كنت تستسمر فيها ولا لا. دقيقة وحقول لك ازاي تشتري العملة دي وازاي تكسب بتاعها. خليك معايا. ورجعت لكم من جديد في اخر جزء من الفيديو بتاعنا النهاردة وفي الجزء ده هقول لك ان ازاي بعد ما تكون قريت وعرفت كل المعلومات المطلوبة بالنسبة ليك واقتنعت شخصيا بان انت عايز تستسمر في عملة اف تي في ازاي تشتريها? زي ما قلنا في بداية الفيديو ان العملة لسه ما نزلتش على اي منصة مركزية زي باينانس زي كوين بيز زي اه جيت اي او زي كل المنصات المركزية دي لسه العملة ما تمش ادراجها عليها. احتمال تنزل على المنصة بتاعة نول قريب لان هم عملوا شراكة معاهم زي ما قلنا. والكلام ده موجود في التويتر بتاع شركة نول. اه المتوفر دلوقتي ان انت تشتري هو عن طريق المنصات اللامركزية زي 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 ازاي بتشتري من المنصات دي في فيديوهات موجودة كتير على اليوتيوب ازاي تشتري من المنصات اللامركزية. اه هقول لك بسرعة ازاي ان انت ممكن لو عندك اه محفظة او او اي محفظة تانية زيها. اه بمنتهى البساطة بتخش على تربط محفظتك على على المنصة اللامركزية اللي هي تربط عليها محفظة او اي محفظة تانية. المحفظة دي بتاعتك دي لازم يكون فيها او اي عملة على البلوكشين بتاعة او سمارت شين وبتحول من بي ان بي لف تي في بتشتري بتدفع رسوم قليلة طبعا لان اه دي بي اي بي توينتي فرسومها قليلة مش زي رسوم الاثيريوم وبكده بتحطف بتكون اشتريت عملة اف تي في. اللي بيحصل كل اللي مطلوب منك ان انت تشتري الجزء العملة دي وتخزنها في محفظتك. طول ما انت مخزن العملة دي في محفظتك خلال الشهور الجاية هتاخد السبعتشر في المية الايردروب. هتاخد الخمسة وعشرين في المية اللي بتيجي من آآ رسوم التداول. وطبعا كل ما استثمرت مبلغ اكبر كل ما نسبتك من الايردروب ومن رسوم التداول هتكون اكبر. آآ ارجع واقولك تاني واكد عليك. دي مش نصيحة استثمارية مني. انا مش مستشرك المالي. آآ مكسبك ليك خسرتك عليك. فاقرأ كويس آآ وبعد كده خد قرارك بنفسك. ويا رب المكسب للجميع. اخر حاجة عايز اقولها لك. ان الاسبوع ده هنزل لك فيديو. ازاي تعدن عملة بماينر تمنه من عشرة لخمستاشر لعشرين دولار على حسب المكان اللي هتشتري منه. آآ برضو عملة لسه جديدة. لو عايز تعرف كل تفاصيلها زي ما قلتلك. وفعل الجرس عشان اول ما ينزل الفيديو تشوفه. يا رب بالتوفيق للجميع وكان معاكم تامر رزقه. اشوفكم في فيديو جاي. مع السلام. اشتركوا في القناة